الأطفال بتتعلق بأبليكيشن أول ما نقول الأبليكيشن دي لأ هي دي بتبقى حلم الأطفال وتقول هي دي الأبليكيشن اللي احنا عايزنها نعمل إيه علشان الأبليكيشن دي أي أن كانت بقى احنا معترضين عليها ليه بتبقاش موجودة على تليفون ولاي دي من غير ما أخد بالي خليني في البداية بس يعني احنا في غلطة كبيرة كل بيت مصر أو معظم بيوت مصرية أو على مستوى العالم يعني مش في مصر بس من غلطة أن احنا بنيدي لأولادنا من سن صغيرة جدا التليفون فبيبدأ يكتشف أن في عالم مختلف خالص من سن سبع سنين أو ست سنين وقد في بعض الأهالي أقل من كده وده يعني كل يمكن أطباء علم النفس حذروا منه تحذير شديد جدا طيب خلينا نقول أن احنا ما ينفعش كمان ابننا أو بنتنا من سن أقالي من سنة توتاشر سنة يبقى حتى يعني مقبل على منصات توصيل اجتماعي بشكل أو أخر منصات توصيل اجتماعي أو تطبيقات يعني منصات توصيل اجتماعي للأسف الشديد بتخليه يعني عرضة لي أنه هو يشوف أشياء هو المش المفروض يشوفها في السنة ده ده أول حاجة محتوى ما فيش أي حد بيستخدم مصات توصيل اجتماعي يقدر يسيطر على نوع المحتوى اللي يقدر يشوفه أنا عايزة أعترض أفندم أنا عايزة أعترض تفضلي كورونا حطتنا كلنا في كورنر إن الولاد بعد ما كنا الولادهم كبار شوية عارفين يعملوا تايم ليمت كده للاستخدام الموبايز واستخدام الحاجات لكن كورونا خلت في فترة قبل ما المدارس تعمل منصاتها الخاصة المدارس المختلفة كانت علشان بس توصل بطرق مختلفة للتعليم كانت بتعمل واتساب جروبس وكانت بتعمل تليجرام جروبس وكانت بتعمل ساعات لايف على الفيسبوك من بيج معينة للمدارس يعني في فترة كان ده شيء مهم جداً ماينفعش بعد ما دناهم نسحب منهم مش هنقدر طبعاً أنا بالعكس أنا يعني متفق محرك تماماً عشان كده هم نقول أنا أنا تحديداً مركز على منصات تواصل اجتماعي ولكن حتى هنا أنا دايماً بقول إيه لازم نبدل فكرة أنهما يبقوا موجودين على منصات تواصل اجتماعي ببعض التطبيقات المهمة اللي قد يكون ياخدوا منها معلومات زي محرك أشارتي كده يعني فترة معينة في كورونا كان إحنا بنستخدم تطبيقات وحتى فكرة المؤتمرات عن بعض أو التعليم عن بعض أو كافة التطبيقات ده شيء كان متميز وجد جد ولكن بعد ما خلاص عدت كورونا خلاص الأبناء بقوا مهتمين هم موجودين على منصات تواصل اجتماعي فترة طويلة جدا المتوسط ساعات وصل لتمن ساعات في اليوم ده رقم يخد فكرة اللي بقوله ده يعني مش غريب عن بيتي أو أي بيوت يعني بيسمعني اللي وقت بيوتنا شلنا خلاص يوم بقوا عني من هذه المسألة فبالتاني دايما أنا لو أنا منعته المنع الحقيقة بعد أنا بكان بقى فوق 13 سنة المنع دايما طفل أو الابن أو الابنة بيبقى كأن احنا حدا بنشوفها زي أعراض النسحاب من الإدمان لأن إدمان التصفح اللانهائي أو اللامتناهي على منصات تواصل اجتماعي للأسف بيسبب جزء من الإدمان إدمان إيه بقى؟ إنه بيتلقى فقط بيتلقى محتوى فقط أيا كان المحتوى ده شكله إيه؟ هيضره إزاي؟ هيغير سلوكه إزاي؟ طيب أنا البديل بتاعي إيه؟ البديل أن أنا مش أمنع لكن أوفر بدائل بدائل كتيرة على فكرة والبدائل أن أنا في فترة مثلا الأجازة إنهالية دي الفترة الأخطر يعني أنهما بيقبوا موجودين على تطبيقات وألعاب الإلكترونية مختلفة إن أنا أدخله فيه أنشطة يتعلم منها شيء ودائما بأكد فيه هناك مبادرات وأماكن كتير بتعلم البرمجة وبتعلم تطوير الروبوتات وبرمجة الروبوتات في سن صغيرة فبالتالي وكمان هناك تطبيقات وهناك منصات بتعلم ده موجودة يقدر كل بيت مصر يستخدمها وببلاش فبالتالي هناك بدائل حتى لو هيدخوا عن ناصة التواصل الاجتماعي لازم أمتابع هو بيعمل إيه على هذه المناصة لأن إمكانيات تغيير سلوك هم نشوف أولاد وأطفال في سن صغيرة بيتلفزوا وبيتكلموا كلاموا وبيتكلموا عن موضوعات إحنا لم نتناولها في بيتنا ترجمة نانسي قنقر